ذكرت وسائل أعلام سعودية أن جنديين سعوديين قتلا خلال معارك مع قوات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح قرب الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن وتحدثت مصادر من الحوثيين عن قصف مدفعي وصاروقي استهدف مواقع حدودية سعودية قرب نجرا كما تصاعدت حدة المعارك بين الحوثيين وقوات صالح من جهة والقوات الموالية للرئيس عبدالله منصور هادي من جهة أخرى عند الشريط الحدودي مع السعودية وجبهات القتال الداخلية في تعز ومأرض وشبوة